أعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وعلان الصف الثالث أهلا بكم في إحدى حلقات مادة تكنولوجيا العمليات النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتعرف على تكنولوجيا العمليات من خلال معرفة مجموعة من الدهنات كيفية تطبيقها وكيفية إعداد الأسطح لاستقبال هذه الدهنات أول حاجة هنبدأ نتعرف على مجموعة الدهنات اللي إحنا سوف نتنولها في خلال العام الحاضر بداية إحنا عندنا أول دهنات تعتبر اللي هي دهنات البوليستر ودهان الإيبوكسي طبعا دهان البوليستر بيتم تطبيقه على الأسطح الخشبية وعندنا دهان الإيبوكسي بيتم تطبيقه على الأرضيات والجدران طيب في أيضا مجموعة أخرى من الدهنات زي دهنات بوية السنساتيك برضو هنبدأ نتناولها بوية السنساتيك على تطبيق الأخشاب وعلى الأسطح المعدنية وبرضو بنتعرف على كيفية إعداد الأسطح المعدنية سواء كانت الأسطح الجديدة أو القديمة وبالنسبة لبوية السنساتيك اللي هي هنتناولها إن شاء الله هتكون جفاف حراري يعني بيتم جفافها من خلال درجة حرارة وكذلك هنتعرف أيضا على الدهان السيليكوني وإحنا عارفين من العام الماضي إن الدهان السيليكوني من الدهنات اللي بتتحمل درجات الحرارة العالية كما هنتناول أيضا الدهان السيلولوسي طيب هنبدأ النهاردة إن شاء الله هناخد دهان البوليستر ودهان البوليستر دهان من الدهانات الشفافة اللي يتم تطبيقها على الأخشاب القيمة لإبراز صمارة الخشب وإظهار قيمتها وجمالها طيب إحنا علشان ننفذ دهان البوليستر على الأسطح الخشبية لابد إن يكون السطح جديد أو قديم منفذ عليه دهان البوليستر برضو الشفاف على الأخشاب القديمة طيب عملية إعداد الأسطح الخشبية للدهانات الشفافة فوق الأخشاب بيتم إعداد الأخشاب إعداد واحد يعني إيه إعداد الواحد؟ يعني لو أنا هنفذ دهان البوليستر الشفاف على الخشب أو دهان السيليكون الشفاف على الخشب أو دهان الرش الساخن الشفاف على الخشب أو الدهان السيلوليوزي الشفاف على الخشب طريقة إعداد السطح الخشبي واحدة طريقة إعداد السطح الخشبي واحدة طيب نبدأ نتناولها كده ونشوفها مع بعضنا من خلال الجهاز أول حاجة زي ما بقول طرق إعداد الأسطح للدهان الشفاف اللي هو البوليستر أو الرش الساخن أو السيليكوني أو السيلوليوز أول حاجة إيه؟ إعداد السطح طيب إعداد السطح سطح الخشب أول حاجة يزال باقي الغراء بواسطة قطعة سفنج مبللة بالماء الدافئ طيب الغراء ده جاله منين؟ نتيجة إن أنا بعمل المشغولة الخشبية بيبقى فيه مجموعة من الفواصل نتيجة تثبيت الأجزاء ببعضيها فأنا بسبتها بكون مسبتها بالغراء طيب فيه زوائد من الغراء بتطلع خارج السطح طيب لازم أشيل هذه الزوائد بإيه؟ بقطعة من الإسفنج المبللة بالماء الدافئ طيب دي النقطة الأولى طيب أنا علشان أعمل مشغولة خشبية لابد إن أنا أستخدم المسامير لتثبيت بعض الأجزاء في المشغولة طيب المسامير دي لها رؤوس بتكون برزة على السطح الخشبي يبقى المرحلة التانية يدقى على رؤوس المسامير يدقى على رؤوس المسامير ليه إخفاءها داخل سطح الخشب طيب النقطة التالتة بيبقى طبعا زي ما احنا عارفين الخشب بيبقى فيه مجنوعة من العقد هذه العقد بتفرز مواد راتنجية هذه المواد الراتنجية بتؤثر فيما بعد على سطح الدهان بتؤثر فيما بعد على سطح الدهان طيب أنا أعمل إيه؟ ليتم كيها يعني بكويها طب بكويها إزاي؟ إن أنا بجيب ممكن مجموعة من فصوص التوم وبلفها في قطعة من الشاش وببدأ أدعك هذه العقد الخشبية طيب لو مش متوفر عندي التوم بستخدم محلول الجملكة بستخدم محلول الجملكة اللي هو جملكة زائد كحول طيب بعد كده بعد ما بقوم بعملية كي هذه العقد بعمل إيه؟ ما عندي بقى طبعا السقوب اللي عملتها المسامير اللي أنا خفيتها في سطح الخشب يتم سد هذه السقوب بتاعة المسامير بإيه؟ بمعجون غراء بمعجون غراء طيب معجون الغراء بيكون نسبة الغراء بتاعته قليلة بحيث يكون المعجون ضعيف عشان يسهل عملية صنفرته عشان يسهل عملية إيه؟ صنفرت السطح طيب ببدأ إن أنا أسد السقوب بتاعة سطح الخشب أماكن المسامير دي واحد عندي فواصل فيه الخشب الفواصل اللي موجودة في الخشب دي ببدأ أسدها أيضا بالمعجون طيب المعجون اللي أنا باستخدمه إحنا بنقول عبارة عن معجون غراء طيب معجون الغراء عبارة عن غراء وإزبداج ومية ولون يضاهي لون الخشب يضاهي لون الخشب طيب ممكن يبقى لون الخشب ممكن إلا لو أنا عاوز أغير لون الخشب بنوع من السبغات المستخدمة ببدأ أستخدم سبغة مائية في الغال لأن السبغة المائية بسيبها لغاية ما تجف على سطح الخشب سبغة جوز أو حصى أو مهجنة أي نوع من السبغات التي تشبه نوعية الخشب الجيد اللي هو المهجنة أو الأروا أو خلافه طيب إحنا كده بنتكلم في إيه؟ في إعداد الأسطح لاستقبال أي دهان أيوة من اللي إحنا قلنا عليهم اللي هو البوليستر أو الرش الساخن أو السيليكوني أو السيلولوزي دهانات إيه؟ شفافة دهانات شفافة تمام؟ طيب يبقى ببدأ أسد السقوب بتاعتنا بتاعة المسامير أو الفواصل واللحامات وبعد سدها بمعجول الغراء ببدأ أعمل إيه؟ ببدأ أصنفر بعد جفافة بقوم بعملية صنفرة السطح جيدا وإزالة الأكربة الناتجة من الصنفرة طيب بعد كده بقوم بعملية استخدام حاجة تعرف بالفوماطة حاجة تعرف بالإيه؟ الفوماطة الفوماطة في الغالب بتبقى عبارة عن مزيج من الإسبداج والجملكة الإسبداج والجملكة أو بنجيب قطعة من الأسطبين واحد بيقول لي إيه الأسطبين ده؟ الأسطبين اللي هي عبارة عن قطعة من القطن الملفوفة تشبه كرة البنج طبعا إحنا عارفينها من دهان الأسطر من العام الماضي طيب بجيبها وبنديها بمحلول الجملكة وببدأ أرش الإسبداج على سطح الخشب ويدعك بحركة دائرية من خلال قطعة الأسطبين المنده بالجملكة فيبدأ الإسبداج ممزوج بالجملكة يخش داخل مسام سطح الخشب وقرر العملية دي عدة مرات حتى أتأكد أن جميع مسام سطح الخشب جهزة لاستقبال الدهان جهزة لاستقبال الدهان ومن هنا بنبدأ بقى ننتقل لنوعية الدهان اللي إحنا عاوزين نطبقه سواء كان دهان بليستر أو سيليكوني أو رش ساخن أو سيلولوزي يبقى إحنا كده عرفنا أن عملية إعداد السطح لاستقبال الدهانات الشفافة الخطوات اللي إحنا قلناها من شوي طيب يعني أنا لو جالي سؤال فيما بعد وبقول لي ما هي المراحل المتبعة لتطبيق الدهان السيليكوني الشفاف على الأسطح الخشبية أقول له إعداد السطح اللي إحنا تنولناها دلوقتي طيب لو جالي سؤال تاني بيقول لي ما هي المراحل المتبعة لتطبيق دهان البليستر الشفاف على سطح الخشب أقول له أول حاجة إعداد السطح اللي إحنا تنولناها من شوي تمام طيب نبدأ ننتقل للديهان اللي احنا هنتناوله دلوقتي اللي هو طبعا اول ديهان عندنا في المقرر اللي هو ديهان البوليستر ديهان البوليستر طيب نشوف اول حاجة فيه اه بيقول لي تطبيق ديهان البوليستر تطبيق ديهان البوليستر اول حاجة بقى اللي احنا لسه اعلنها اللي هي إعداد أولا إعداد السطح وإحنا تنولناها خلاص طيب نبدأ ننتقل لإيه بيقولك اختيار نوع الخشب الصالح هنا بقى في نقطة بالنسبة لديهان البوليستر علشان أنفزه على سطح الخشب مش أي خشب أنا أنفز عليه ديهان البوليستر مش أي خشب أنا أنفز عليه ديهان البوليستر طب لي يا جماعة قالك لأن الأخشاب الطبيعية في الغالب بتكون أخشاب لينة طرية مش طرية بمعنى طرية لا لينة يعني فيها تمدد وإنكماش فيها نسبة تمدد وإنكماش طيب ولكن ديهان البوليستر نسبة التمدد بتاعته والإنكماش بتختلف عن نسبة تمدد الأخشاب الطبيعية طب نعمل إيه قالك لو أنا نفست ديهان البوليستر عملت مراحل إعداد السطح على الأخشاب اللينة وبعد كده نفست ديهان البوليستر على سطح الخشب في الغالب ممكن الدهان نسبة التمدد بتاعته تكون أقل من نسبة تمدد طبقة الخشب أو سطح الخشب فيحدث أن الدهان يتشقق طب الحل إيه يا جماعة؟ قالك يستخدم ديهان البوليستر على الأخشاب المصنعة على الأخشاب المصنعة ليه عم على الأخشاب المصنعة؟ أنا بستخدمه على الأخشاب المصنعة لأن الأخشاب المصنعة زي ما احنا عارفين نسبة التمدد بتاعها معلومة معروف نتيجة التصنيع أنا وأنا بصنع الخشب اللي هو مثلا في الغالب خشب الأبلكاش أو الفرومايكا أو خلافه من الأخشاب المصنعة بكون عارف درجة التمدد الخاصة بالخشب اللي أنا بصنعه فبالتالي أما جي أنفس عليه دهان البليستر بستخدم دهان البليستر اللي هو مناسب لنسبة التمدد والانكماش لسطح الخشب طيب كويس يبقى دي أول حاجة ده قبل معمل إعداد السطح يبقى أول نقطة اختيار نوع الخشب الصالح يصلح دهان أسطح الأخشاب اللي أنا بالدهان البليستر لاختلاف كبير في معامل التمدد والانكماش بين المادة داي يعني ما بيصلحش لا يصلح لا يصلح على الأخشاب اللي أنا المادة يصلح على إيه يتم اختيار الأخشاب التي تبدو نسبة التمدد والانكماش فيها واضحة كأخشاب الكنتر أو الأبلكاش أو القشرة المزدوجة اللي هي غالية اللي هي بتقليد لنوعية الأخشاب طيب بعد كده ببدأ انتقل لإيه بعد اختيار نوع الخشب بنتقل لإعداد السطح طيب وإحنا خلاص عرفنا إعداد السطح يبقى في مرحلة الدهان مرحلة إيه الدهان بقى تطبيق دهان البليستر تطبيق دهان البليستر أول نقطة بيدهن السطح بوجهين من السلر السلر دهان شفاف بيتم تخفيفه بالطنر يتم تخفيفه بالإيه بالطنر يدن السطح بوجهين من السلر على أن يجف كل وجه على حدة يعني إيه يعني بدي الوجه الأول واتركه حتى يجف وبعد جفافه يتم دهان الوجه التاني واحد يقول لي طيب أنا ممكن أستخدم المرشة أو مسدس الرش في دهان البليستر أقول له ممكن ولكن طبق الدهان البليستر أما بيتم تنفذها من خلال عملية الرش بتكون طبقة الدهان خفيفة يعني السطح ما بيمتلقش بكمية أو ما بيتشبعش بكمية من دهان السلر أما اللي أستخدم إيه في السلر في عملية دهانه بدهن السلر إما بفرشة حتى يتم تشبع سطح الخشب وسد جميع المسامل بتاعته أو من خلال قطعة قطن إن أنا بستخدم قطعة قطن وبنديها طبعا بالسلر الممزوج بالطنر وببدأ أدهن السطح من خلال قطعة القطن وطبعا أراعي السرعة في عملية التنفيذ علشان زي ما احنا عارفين إن الطنر إيه من المواد المزيبة المتطايرة فطبعا قوام السلر يبقى غليز ممكن يبقى فيه صعوبة في عملية الدهان يبقى يستوجب على العامل اللي يكون عنده سرعة فائقة ومهارة وضقة في عملية تطبيق دهان السلر على سطح الخشب طيب يبقى أنا دهنت سطح الخشب بوجهين من دهان السلر بين كل وجه ووجه في فترة جفاف ثم يصنفر السطح بصنفرة ناعمة جدا وبعد كده ببدأ أمسحه بقطعة من القماش الناعم لإزالة أي أتربة نجة من عملية الصنفرة طيب بعد كده بدي وجه أو حسب احتياج السطح وجه أو حسب احتياج السطح يدهن السطح بورنيش البوليستر بعد تخفيفه تخفيف القوام بتاعه بنسبة من الطنر تسمح برشه بمسدس الرش مع مراعاة جفاف الوجه الأول ثم يتم صنفرته صنفرة خفيفة جدا بعد جفافه ويدهن وجه ثاني ويترك للجفاف وبهنا حين أكون طبقت دهان البوليستر على سطح الخشب لإعطاءنا طبقة من الديهان اللامع على سطح الخشب الشفاف طيب لو أنا حبيت أن يكون دهان البوليستر على سطح الخشب مط يعني إيه مط يعني مط فيه بيتم دعك السطح بعد تشتيبه كده ويكون الديهان اللامع بيتم دعك السطح بواسطة قطعة من القطن الموضوع عليها أو عن طريق رش السطح ببودرة التلج بعد ما يرش السطح ببودرة التلج من خلال قطعة القطن يدعك السطح بحركة دائرية يتأكد من انطفاء طبقة دهان البوليستر على السطح طيب كده أنا عرفت مراحل إعداد وتطبيق دهان البوليستر على الخشب طيب ننتقل للدهان التاني الدهان التاني بيقول لي إيه بقى اللي هو دهان الرش الساخن الشفاف الله وفيه رش ساخن مط مط في يعني أو ساتر أو طبعا فيه دهان رش ساخن ساتر على سطح الخشب وفيه دهان رش ساخن شفاف على سطح الخشب طيب دهان الرش الساخن الدهان ده هو عبارة عن مجموعة من الروتنجات بيتم وضعها في جهاز خاص وتعرضها لدرجة حرارة حتى تنصهر هذه الروتنجات الصلبة وتتحول إلى مادة سائلة طيب هل أنا بجيب هذه المجموعة اللي هي مجموعة الروتنجات وضعها في هذا الجهاز واسيب الجهاز يشتغل ترفع درجة حرارتها واسيبها بدون درجة معينة لا طبعا له درجة معينة يصل إليها الدهان لدرجة الانسهار حتى يلتقي بطبقة أو سطح الخشب أو أي أن كان السطح اللي أنا هنفذ عليه الديهان بتاعنا اللي هو سواء كان سطح معدن أو خشب طيب إحنا بنتكلم في العموم في إيه؟ في دهان الرش الساخن بوجه عام أن الرش الساخن عند إعداده وتجهيزه هو عبارة عن مجموعة من الروتنجات بيتم وضعها في جهاز خاص اسمه جهاز الرش الساخن وتتعرض لدرجة حرارة ودرجة الحرارة التي ينصهر عندها هي درجة 71 درجة مقوية طيب لو زادت الديهان هيكون في حالة سيولة شديدة وقد يحترق مجموعة الروتنجات قد تحترق ويكون فيما بعد طبقة الديهان ضعيفة على السطح طيب يبقى إحنا بنضع الديهان داخل جهاز الرش الساخن اللي هي مجموعة الروتنجات وترفع درجة الحرارة حتى تصل لدرجة حرارة 71 وبقوم بعملية رشه على السطح وطبعا براعي في عملية الرش إن يكون الحجرة درجة حرارتها تكون درجة حرارة سابتة وتكون زي درجة حرارة الجو أو زيادة خمس درجات علشان أتأكد إن درجة حرارة الديهان اللي خرج من المسدس التقى بالسطح ما تقلش درجة حرارته عن الواحد وسبعين درجة مقوية طيب يبقى إحنا كده عرفنا إن دهان الرش الساخن لابد إن يكون معد وجاهز للخروج للسطح عند درجة حرارة واحد وسبعين درجة مقوية طيب أنا علشان أطبق هذا الدهان يبقى بجيب سطح الخشب بتاعنا الجديد أعمل فيه إيه أيوة واحد بيقول لي هنعد السطح الإعداد الجيد اللي هي المراحل اللي إحنا قلناها في الأول يبقى إحنا متفقين وبأكد تاني هو إن عملية إعداد الأسطح الخشبية لاستقبال الدهان الشفاف واحدة سواء كان بوليستر أو رش ساخن أو سيليكوني شفاف أو سيليلوز مراحل إعداد السطح واحدة يبقى أنا مذاكرها وركز عليها في البداية من أول دهان البوليستر هتكون سابتة معايا وأنا عارفها حتى نهاية الدهان السيليلوزي على الأسطح الخشبية الشفاف طيب يبقى هنشوف أول مراحل تطبيق دهان الرش الساخن على السطح زي ما قلنا أول حاجة إعداد السطح اللي إحنا تناولناه طيب أنا جايبه هنا بأكد إنها سابتة بأكد لك إنها سابتة في كل الدهانات طيب نبدأ المرحلة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ اللي هي خطوات الدهان بقى اللي هي خطوات الدهان خطوات الدهان إيه؟ أنا طبعاً جهزت أو آخر مرحلة في إعداد السطح كانت اللي هي الفماطة إن أنا دعاكت السطح بواسطة محلول الجملكة والإزبداء وبعد ما سديت جميع المسام وتركت السطح حتى يجف قمت بعملية صنفرته صنفرة نعمة جداً وبعد كده بعد إزالة طبقة الأتربة النتيجة من الصنفرة بيسقى السطح بمحلول الجملكة يسقى السطح بمحلول الجملكة حتى يتشبع طب أنا أعرف منين إن السطح تشبع أنا أعرف منين إن السطح تشبع بنسبة الجملكة وأنا بسقيه طبعاً أنا مش بسقيه يعني بشربه لا ده أنا بدعة السطح بقطعة الأسطبين المندية بمحلول الجملكة عدة مرات وأعرف إنه تشبع عندما ترتفع درجة لمعاني السطح إحنا عارفين الجملكة بتعطي سطح لامع فأول السطح ما يلمع يبقى السطح بدأ يتشبع بمحلول الجملكة فأتوقف عن عملية دهانه أتوقف عن عملية إيه دهانه طيب بعد كده بعمل عملية خدمة للسطح يعني إيه خدمة للسطح بأؤكد عملية سد المسام اللي إحنا عملناها بالفماطة طيب بخدمه إزاي بجيب عندي محلول الجملكة ومصحوق الخفاف أو ممكن أجيب الإزبداج مرة تانية وأعمل عملية تشبه عملية إيه الفماطة بجيب المصحوق بتاعنا وببدأ أرشه على السطح وبواسطة قطعة الأسطبين المندية بالجملكة وضعت السطح بحركة دائرية لتأكد من سد جميع المسام اللي موجود على السطح وتأكد من تسويته تسويت الايه السطح طيب بعد ما تم تسويت السطح ببدأ أعمل ايه بأزيل الأتربة الناتجة من هذه العملية بأزيل الأتربة الناتجة من هذه العملية طيب وبعد كده بعمل إيه بعد كده بقوم أعمل إيه ببدأ بعد الخدمة يعني بعد العملية اللي احنا نفذناها دلوقتي بمحلول الجملكة ومصحوق الخفاف ببدأ أرش السطح بإيه بالرش الساخن لدرجة حرارته كام واحد وسبعين درجة مئوية طيب برش السطح وبعد رش السطح هو وجه واحد بيترك السطح للجفاف فتتصلب طبقة الدهان على سطح الخشب وتعطي ليه سمك هذا السمك بتكون طبقة شفافة جدا على سطح الخشب تبرز جمال وقيمة سمارة الخشب طيب يبقى أنا كده اتعرفت على دهان البوليستر اتعرفت على دهان الرش الساخن الشفاف هبدأ أنتقل لدهان آخر هبدأ أنتقل لدهان آخر اللي هو الدهان السليكوني السليكوني الشفاف طيب الدهان السليكوني الشفاف هو برضو عبارة عن مجموعة من الراتنجات واللي بيضاف عليها نسبة من المزيب طيب دهان السليكوني علشان ننفذه على سطح الخشب لتطبيق دهان شفاف مرحلة ايه اول حاجة؟ ايوة اعداد السطح اللي احنا اتفقنا عليها مرحلة اعداد السطح اولا طيب هنا بيقول لي هل أنا بقوم بعملية اختيار نوعية الخشب؟ احنا ببنقومش بعملية اختيار نوعية الخشب لأن بالنسبة لدهان الرش الساخن أو دهان السليكوني أو الدهان السليلوزي فيما بعد دهانات درجة التمدد بتاعتها مفتوحة يعني ايه مفتوحة؟ لأنه له نوعيات متعددة من الدهان السليكوني ودهان الرش الساخن والدهان السليلوزي فكل الدهانات كل دهان له درجة تمدد محددة ومعروفة بنبدأ نستخدمها على نوعية الخشب التي تناسبها طيب يبقى اول حاجة زي ما احنا بنقول اعداد الايه؟ ايوة اعداد السطح تاني وبأكد ان انا بجيبها لك في كل مراحل للدهان علشان تبقى عارف ومتأكد انها سابقة طيب بعد كده خطوات الدهان خطوات ايه؟ الدهان تمام؟ اول حاجة في خطوات الدهان بتاعتنا اللي هو الدهان السليكوني ببدأ اجهزة السطح طيب احنا اولا طبعا زي ما احنا عارفين احنا كنا جهزنا السطح في عملية الاعداد طبعا قلنا بالفماطة طيب وبعد كده جينا استخدمنا في دهان البوليستر في الاول خالص اول مرحلة كان دهانه بالسلر طيب وما جينا اشتغلنا دهان الرشي ساخن اول مرحلة بعد عملية الاعداد كانت ايه؟ كانت دهان السطح بالجملكة طيب بالنسبة للدهان السليكوني قال لي ممكن دهان السليكوني اما تعده بعد عملية الاعداد اللي احنا متفقين عليها ان انا بديله طبقة من السلر او ان انا اديله طبقة من دهان الجملكة طيب يبقى انت ليك مطلق الحرية في الدهان السليكوني الشفاف ان انت تنفذه على سطح الخشب لاما تديله طبقة من السلر لاما تديله طبقة من الجملكة طيب احنا كاتبين هنا ان احنا هنديله طبقة من دهان الجملكة يسقى السطح بطبقة من دهان الجملكة حتى يتشبع تمام طيب احنا بنقول حتى يتشبع يبقى احنا بنعرف انه هو بنعرف من انه تشبع انلاقي طبقة الدهان بدأت تلمع طيب احنا لو ادينا له سلر طبقة الدهان هتلمع ازاي اه لان السلر اولا يا جماعة دهان دهان قوامه غاليز بيبدأ يزبط على السطح فيديني طبقة اللامعان على طول يعني من كمية بسيطة سطح السطح بيبدأ يلمع من السلر يبقى السلر بيديني طبقة لامعة بسهولة بعكس الجملكة الجملكة لازم تاخد مني فترة من الوقت حتى يتشبع سطح الخشب طيب بعد ما بدي الجملكة وبسيب السطح طبعا تشبع وبسيب السطح يجف بقوم بعملية الصنفرة بقوم بعملية الايه الصنفرة يصنفر السطح صنفرة خفيفة طيب بعد كده بأؤكد عملية سد مسام الخشب بأؤكد عملية سد مسام الخشب طيب عملية سد مسام الخشب بعمل ايه؟ آه بنجيب محلول الجملكة أو الكحول وبنضيف عليه الخفاف أو بنبدر كمية من الخفاف على السطح وبعد ما بنبدر كمية من الخفاف على السطح بيدعك السطح بحركة دائرية بقطعة الاستوبين للتأكد من سد مسام سطح الخشب طيب وبعد كده يترك السطح الجفاف ثم يصنفر السطح طيب بعد سنفرت السطح بعمل ايه؟ تزال الاتربة الناتجة من السنفرة وبعد ازالة الاتربة الناتجة من السنفرة ببدأ أدهن السطح بالورنيش الزجاجي اللي هو ورنيش السيلولوس ورنيش السيلولوس يدهن وجه من الورنيش الزجاجي المخفف بالطنر الخاص به ويترك للجفاف فنحصل على سطح لامع مسقول طيب يبقى انا كده عرفت مراحل دهان السيليكوني على سطح الخشب الشفاف وايضا الرش الساخن الشفاف والبوليستر فاضل عندنا ايه؟ السيلولوسي الشفاف دهان السيلولوسي الشفاف والدهان السيلولوس ده اللي هو معروف تجاريا او ناس عرفاه بدهان الدوكو ناس عرفاه بدهان الدوكو وطبعا زي ما احنا عارفين ان في نوعين دهان دهان الدوكو الساتر ودهان الدوكو الشفاف احنا طبعا بنتناول في الوقت الحالي دهان الدوكو الشفاف اللي بيطلق عليه دايما ورنيش السيلولوز الشفاف طيب هنفزه على سطح الخشب طيب علشان هنفزه على سطح الخشب أول مرحلة إيه أيوة اللي هي إعداد السطح اللي احنا متفقين عليها من البداية مراحل الإعداد سبتة ما بتتغيرش طيب يبقى أول حاجة إعداد السطح بعد إعداد السطح مراحل دهان السيلولوز مراحل دهان السيلولوز طيب مراحل دهان السلولوز يا جماعة هل بتختلف عن اللي قبليها طبعا دهان السلولوز أنا علشان أنفزه على السطح لابد أن يدهن أكثر من وجهه من الدهان السلولوزي لابد أن يدهن أكثر من وجهه من الدهان السلولوزي وده بيختلف عدد الأوجه باختلاف كسافة الدهان السلولوزي باختلاف كسافة الدهان السلولوزي طيب نبدأ أن نبص كده مع بعضينا مراحل الدهان بتاعتنا بإحنا بنتكلم طبعا عن الدهان السلولوزي زي ما إحنا متفقين أولا إعداد السطح طيب بعد إعداد السطح فيه إيه؟ ثانيا خطوات الدهان أيوة يسقى السطح بمحلول الجملكة البيضاء يسقى السطح بمحلول الجملكة البيضاء ليكون مسكولا وبرضو بسيبه يتشبع يتشبع بالجملكة البيضاء ودرجة لمعانه بتظهر نتيجة تشبع سطح الخشب طيب بعد كده يصنفر السطح صنفرة نعمة لإزالة ثم بعد ذلك إزالة الأتربة النتيجة من الصنفرة بواسطة قطعة من القماش النعمة أو قطعة من الفوطة النعمة بعد كده يرسش السطح عدة أوجه زي ما إحنا لساقلين من شوية عدة أوجه من ورنيش السيرولوز المخفف بنسب حسب كسافة الورنيش بنسب حسب كسافة الورنيش طيب يعني إيه بنسب حسب كسافة الورنيش يعني مثلا لو إحنا قلنا الوجه الأول يبقى الوجه الأول يخفف وجه السيرولوز بنسبة 40% ده وجه أول طيب وجه تاني ويطرق طبعا الجفاف ثم الوجه التاني يخفف بنسبة 50% طيب وجه تالت يخفف بنسبة 60% طيب وجه رابع يخفف بنسبة 70% طبعا كل وجه بنبدأ نقلل في نسبة إيه في نسبة المادة الأساسية اللي هو إيه الورنيش اللي هو ورنيش السيرولوز ونزيد من نسبة المخفف علشان نتأكد من سرعة جفاف السطح بسرعة طيب كده نبقى احنا خلصنا الدهنات الشفافة بتاعتنا خلصنا الدهنات الشفافة بتاعتنا طيب هنبدأ ننتقل لديهان بوية السنساتيك دهان بوية السنساتيك دهان بوية السنساتيك زي ما احنا قلنا بقى انه بينفذ على الأسطح سواء كانت الخشبية أو المعدنية طيب ولكن انا علشان انفذ الدهان بوية السنساتيك على الأسطح الخشبية لابد اننا على الأسطح لابد ان في مرحلة اعداد السطح مرحلة اعداد السطح طيب هنا احنا بننفذ الدهان السنساتيك على المعدن وغيرها طيب ان الدهانات قديما كانت بتعتمد بصفة اساسية على الزيوت والراتنجات والشموع الطبيعية ونظرا للتطورات الصناعية ازدادت الحاجة لنوعية معينة من الدهانات تمتاز بقوة الالتصاق والمتانة على الأسطح المختلفة ومقاومة الاحتكاكات ومقاومة الايه الاحتكاكات يعني ممكن دهانات بيتم تطبيقها على الأرضيات يبقى بيبقى فيه احتكاك يبقى لابد انها تقاوم هذا الايه الاحتكاك طيب نبدأ ننتقل للجزء الثاني طيب الأسطح اللي احنا بننفذ عليها بوية السنساتيك ايه جدران او اخشاب او معاد جدران سواء كانت جديدة او قديمة اخشاب اذا كانت جديدة او قديمة معادن سواء كانت جديدة او قديمة طيب تمام طيب ادى ذلك ادى ذلك لايجاد بدائل للراتنجات الطبيعية تفي باحتياجات السوق لانتاج بوية زاد كفاءة عالية مثل بوية السنساتيك طيب جفاف عادي او جفاف حراري يعني ايه جفاف عادي يا جماعة يعني بيتم جفافها في الجو العادي تحت درجة حرارة الجو العادي طيب الحراري يتم اتمام جفافها داخل الافران يتم تمام اتمام جفافها داخل الايه الافران مميزات بوية السنساتيك بتمتز بايه احنا لسه من شوية كنا بنتكلم ان لابد ان تكون ذات درجة من المتانة ودرجة من اللمعان ودرجة من مقاومة الايه الاحتكاد كل دي من مميزات دهان بوية السنساتيك طيب نشوف كده بيقول لي تحمل اسطح المعدنية من التأثيرات المختلفة كالصدق والتآكل يعني هذه الدينات بتقاوم الصدق يعني لو جيها على السطح نسبة من الرطوبة تقاوم الصدق في نفس الوقت تقاوم التآكل يعني لو كمية من المية طركت فترة من الوقت على السطح لا تؤثر على سطح المعدن ولا تؤدي الى وجود مجموعة من الحراشيف تؤدي الى تآكل السطح طيب دي نقطة النقطة التانية قالك بيقاوم الرطوبة ما هو نتيجة انه بيقاوم الصدق يبقى ايضا بيقاوم الرطوبة ويقاوم الغازات الضرة اللي موجودة في بعض المتصعدة من بعض المصانع بيبقى في مجموعة من الغازات بتتصعد من بعض المصانع هذه الغازات ممكن تلتسق بسطح الدهان فتؤثر عليه بالنسبة للدهان بوية السنساتيك لا تؤثر على الدهان بتاعنا طيب نقطة التالتة يعطي سطح متساوي السمت زود درجة لمعان عالية لا تحتاج الى سقل لا تحتاج الى سقل طيب عندنا بالنسبة ليه المميزات الخاصة بيه بوية السنساتيك نقطة الرابعة بيقول لي لها قوة تحمل ضد الصدمات والاحتكاكات وقوة تماسك يعني مرتصقة على السطح لا تتأثر بالخط او الرازع او الاحتكاك او استضامها باي شيء طيب نقطة الخامسة بيقول لي سريعة الجفاف وبتعمر فترة طويلة من الزمن وتعمر فترة طويلة من الزمن ايضا لها قدرة كبيرة ضد التلف عند عملية التخزين يعني انا لو حزنتها فترة طويلة من الوقت وقافل العبوة او اغلقت العبوة غلقا جيدا لا تتأثر بالهوى او باي مواد اخرى فمن الممكن انها تقعد فترة لا تتلف عند عملية التخزين طرق بقى الاعداد طرق اعداد ايه طرق اعداد الاسطح المعدنية طرق اعداد وتجيز سطح المعدن يعني انا دلوقتي هبدأ ادهم سطح معدن طيب سطح المعدن فيه منه نوعين معدن جديد ومعدن قديم معدن جديد ومعدن قديم طيب بالنسبة للمعدن الجديد بالنسبة للمعدن الجديد عملية اعداده بتكون سهلة ان انا بشيل طبقة الشحوم اللي موجودة عليه اللي انا بكون حطتها او بيبقى المصنع حطت هذه الطبقة الشحوم لمقاومة الصدق ومقاومة الرطوبة فيما بعد انه ممكن تأثر على الحديد لانه بيبقى معرض للرطوبة داخل المصنع او في الخارج في عملية ايه تعبئته وبيعه طيب ده بالنسبة للايه الجديد اما للقديم بقى اه بالنسبة للقديم ده يعني مدهون واخد طبق الدهان سابقة طيب عاوز اشيل هذا الدهان اولا في الطريقة المعتادة القديمة اللي احنا كنا عارفينها بيصلط بوري اللحام على سطح الدهان يبدأ تحترق طبق الدهان يزال طبقة الدهان بواسطة السكين اللي ايه سكين المعجوم ده الطريقة المعتادة اللي احنا كنا عارفينها من زمان يتم ازالة الدهان القديم اما بالطريقة استخدام وبوري اللحام وعملية الحرق بالطريقة القديمة او بالطريقة الحديثة اللي احنا هنقولها دلوقتي اللي هي ايه بقى اما بستخدم المزيل العجينة او المزيل السائل المزيل العجينة او المزيل السائل طيب اول حاجة عندنا المزيل السائل المزيل السائل المزيل السائل عبارة عن مادة في حالة سيولة ببدأ اجيبها وبدهن سطح المجغولة القديمة اللي هي مدهونة دهان قديم اللي هي مدهونة دهان قديم وبدأ أعمل إيه وبدأ تتفاعل طبقة الديهان بتاعتنا اللي هي المزيل بتبدأ تتفاعل مع طبقة الديهان وتتآكل عندما تتفاعل مع طبقة الديهان وتؤدي أو بتحوله نتيجة التفاعل إلى مادة متصبنة هذه المادة من الممكن أننا أشلها بالسكين ويغسل السطح بالماء كويس جدا طيب ده بالنسبة لسطح المعدة طب لو الديهان ده القديم موجود على سطح الخشب هل ممكن أشيله؟ آه برضو بجيب المزيل السائل ده وببدأ أدهنه على طبقة الديهان اللي هي مدهونة على الخشب وبعد كده ببدأ بتبدأ تتفاعل في السطح ببدأ أشيل طبقة الديهان بواسطة سكينة المعجون وبصنفر السطح كويس جدا وبيكون جاهز فيما بعد لاستقبال الديهان طيب أنا كده عرفت المزيل السائل طب بيتكون من إيه المزيل السائل؟ بيتكون من إيه المزيل السائل؟ المزيل السائل بيتكون من سودة كوية عبارة عن مصحوق بنسبة 20 جرام بنسبة 20 جرام يعني لو إحنا بنعمل كمية كيلو عبارة عن 20 جرام من السودة الكوية البودرة وكربونات الكالسيوم برضو بودرة بنسبة 35 جرام والبوتاسة الكوية بنسبة 15 جرام وبضف لهم حجر الخفاف المصحوق حجر الخفاف المصحوق المزيج ده كله وببدأ أضف له نسبة من المية طبعا النسبة من المية ما بتتحددش علشان يديني قوام في حالة سيولة سودة الكوية عبارة عن 20 جرام آآ كربونات الكالسيوم بنسبة 35 جرام بوتاسة كوية برضو مصحوقة عبارة عن 15 جرام ومصحوق حجر الخفاف بنسبة 30 جرام طيب دي المكونات بتاعة المزيل السائل طيب نبدأ بقى يضاف بقى بقى نبدأ المزيل العجينة المزيل العجينة بتاعنا المزيل العجينة بيتكون من صابون رخوة بنسبة 30 جرام مضاف إليه سودة كوية 10 جرام مضاف مية بنسبة 30 جرام ليه لان احنا لازم هنا نحدد علشان احنا بنقول انها عجينة مزيل عجينة يبقى لازم النسب اللي بتتحط كلها تكون في نسب محددة حتى نتمكن من حصول على عجينة متماسكة بعد كده بضف لها مصحوق حجر الخفاف بنسبة 10 جرام ثم كربونات السوديوم كربونات السوديوم بنسبة 20 جرام وكده نكون احنا استخدمنا المزيل العجينة على الأسطح الخشبية أيضا وعلى الأسطح المعدنية القديمة طيب يبقى احنا كده يا جماعة زي ما احنا عارفين احنا اتعرفنا على كيفية تطبيق الدهان الدهانات الشفافة على الأسطح الخشبية عارفنا ازاي بنعد السطح الاعداد الجيد ازاي بنطبق الدهانات اللي هو دهان البوليستر ودهان الرش الساخن ودهان السيليكوني ودهان السيلولوز على الأسطح الخشبية لتطبيق دهان الرش دهان الشفاف وايضا تناولنا جزء من بوية السنستيك اتعرفنا على هذا الدهان واتعرفنا ازاي بيتم تطبيقه على الأسطح سواء كانت القديمة وطبعا هنبدأ نتناول فيما بعد ان شاء الله ازاي بنعد سطح المعدن الجديد لاستقبال دهان السنستيك طيب عرفنا طبعا المواد المستخدمة في ازالة في ازالة الدهان بتاعنا سواء كان الدهان القديم على الأسطح الخشبية او الدهان القديم على الأسطح المعدنية باستخدام الطريق القديمة وايضا باستخدام الطرق الحديثة باستخدام المزيل السائل والمزيل العجينة الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء الأسبوع القادم ان شاء الله